مرحبا شباب فيديو اليوم راح يكون مراجع على جهاز الريالمي جي تي هذا واحد من اكثر الاجزة اللي طلبتوها بالفترة الاخيرة هذا الجهاز بنظري واحد من اهم اجزة هذه السنة بالنسبة لريالمي ولي عدة اسباب اولها انه بعد الريالمي اكس دو برو اللي اطلق قبل اكثر من سنتين ما اصدر جهاز من ريالمي بمعارجة فلاكشيب يسوء انه تشتريه فالاكسي ثري يشالب بكل الاسواق وكل نسخة ونفس الموضوع باجهزتهم المتوسطة الاتو برو هذه السنة ما اعجبني وايضا كان اقل من التوقعات الان الريالمي جي تي يحاول يغير نظرتنا عن الريالمي بكون ارخض جهاز بمعارج سناب دراجون 888 اللي اعجبني بالريالمي جي تي انه ما مكتفي بفكرة انه فقط هو ارخض جهاز بهذا المعارج فكتصميم هو واحد من اجمل اجهزة هذه السنة او على الاقل هو شي مختلف عن اغلب اجهزة هذه السنة مع شكل جلد الصناعي الاصفر اللي بظهر الجهاز اللي حسسك ان الجهاز فخم خلال الاستخدامة الى ما لاحظت اي خدوش او اي مشاكل لكن انا استخدامة جدا خفيفة مع هذه الاجهزة وما اعرف شنو رح يكون وضعها مثلا بعد سنة من الاستخدام ريالمي ذكره انه موجود نوع من الحماية فوق طبقة الجلد الصناعي ايضا معجب بان الكاميرات معتمة كتكملة للخط الاسود اللي بالخلف هذه تفاصيل صغيرة لكن تأثيرها جدا واضح نفس الموضوع مع ازرار الصوت يكون بجهة منفصلة عن زر التشغيل اللي هو المنطق بنظري وهذا الازرار عليها لمسة اللون الاصفر كتكملة لفكرة الاهتمام بالتفاصيل الجهاز عليه منفذ التلاتفون 3.5 نادر هذه الايام وعلي سيرو سبيكر بصوت جيد فكتصميم ريالمي جي تي جدا عجبني خاصة بوزنه الخفيف واشوف حجمه مثالي بالايد الان عندي ثلاث مشاكل مع هذا التصميم خليونا نذكرها بشكل سريع المشكلة الاولى انه هذا الشكل اللي امامكم هو لأعلى واغلى نسخة 26 جيجابات ذاكرة و12 جيجابات رام او على الاقل هذا هو الوضع حاليا اما النسخة الارخص اللي اغلبكم ممكن يفكر واشتريها فراح تكون بشكل ثاني من الخلف اللي هو تصميم مكرر برأيي وقبل فترة راجعت جهاز من أوبو سعره 190 دولار واول تعليق كان على هالفيديو انه الجهاز يشبه ريالمي جي تي لهذا الدرجة هو مكرر لكن بالنهاية هذا الشي خص مظهر الجهاز وممكن انت من الاساس ما عاجبك اللون الاصفر اللي هنا او رح تخليك كفر بكل الاحوال ايضا بالمناسبة هذا النسخة الارخصة اللي ذكرتها هي الى الان ما توفرت بالعراق فخياراتك الوحيدة حاليا هي نسخة الجلد الغالية رح نشعل هذا الشيء بوقت لاحق الآن المشكلة الثانية كانت مع البصمة لأسفل الشاشة البصمة نفسها كأداء كانت ممتازة فعليا واحدة من أسرع البصمات اللي جربتها بعد الأسواة 21 ألترا وبصمة الألترا سونيك فكأداء عشرة على عشرة لكن اشوف انه مكانها مو منطقي فهي جدا منخفضة اكثر من اللازم المنطقة انه تكون بارتفاع اعلى لانه حاليا وضعها غريب بهذا المكان الآن المشكلة الثانية رح تكون مع الشاشة نفسها ومن جديد مشاعر الجهاز ممتازة كأرقام فهي سوبر اموليد من سامسونج 120 هيرز 360 تت سامبولينج ريت وتدعم الدي سي ديميك وعليها بعض الحركات الخاصة بتحسين تجربة مشاهدة المحتوى مثل تحويل محتوى الـ SDR او المحتوى العادي الى HDR ومجموعة حركات ثانية وحجمها مثالي برأيي لأن مشكلتها الوحيدة انه اطرافها او حواف الشاشة اكبر من اللي تتوقع لجهاز بهذا السعر وهذا الحواف حتى اكبر من اجهزة بالفئة المتوسطة بسعر اقل بمراحل يعني لما نقارن بهذا جهاز والمي 11 لايت رح يكون اكبر واضح مع انه واحد منهم يعتبر فئة متوسطة فهذه هي ثلاث مشاكل مع تصميم الريلمي جيتي والتي تقدر تعتبرها كآراء اكثر من اي شي ثاني لانه هي خاصة بالتصميم والشكل وحتى لما اقول انه حجم الجهاز مثالي بالايد هذا يبقى رأيي شخصي لانه ممكن تقول انه انا يعجبني شاشة بحجم اكبر فهذا تعتبر مشكلة بالنسبة لك بينما انا اعتبرها ميزة الان ننتقل الى النظام والاداء مقدما هذي ابرز المواصفات النسخة اللي عندي فمعجل سناب دراغن 888 مع 256 جيجابات ذاكرة و12 جيجابات رام سعر هذا النسخة 519 دولار هذا السعر الحالي بالعراق جهاز متوفر عدي اصدقائي بوابل ستور لو كنتم مهتمين انه تطلبون هات جهاز ومتوفر عديم توصيل لأي مكان تاخذ عراق فصفحتهم على فيسبوك روابط الاتصال وارقام الاتصال تلقوها اسفل الفيديو بالوصف وموجود نسخة ثانية من الريلمي جي تي بذاكرة ورام اقل واكي سعر اقل المفروض كان يكون سعرها 419 دولار اقول المفروض لانه هي الى الان ما توفرت رسميا بمنطقتنا او بالعراق فكأنه هذه واحدة من الحركات اللي تتبعها الشركات حاليا انه توفر اعلى واغلى نسخة حتى تدفع اكثر سعر ممكن وبعد ان ادخل مبيعاتهم يوفرون بقية النسخ واللي هو شيء اكره صراحة الان كاداء مع النظام فكان ممتاز ما وجدتني اي مشاكل خلال استخدامي انيميشن جيدة اداء جيد بشكل عام وجدت ريلمي اللي هي نسخة من واجهة أوبو جيدة باستثناء سرعة وصل التحديثات هذه المواضيع الى الان ما ضبطوها واحدة من ميزات الموجودة على هذا الجهاز اسمها وضع الجي تي هذا المحروض يكون وضع مخصص للعب يوفر بعض التخصيصات ويسمح باداء اعلى حبيت اتجرب هذا الوضع واشوف اذا فعلا رح يكون الى تأثير واضح على الاداء فسونا تجارب لقياس الاداء معه وبدون وضع الجي تي وهذه كانت النتاج اللي هي مبهرة بمعنى الكلمة خاصة لجهاز بهذا السعر لكن الفرق ما كان واضح من ناحية الاداء معه او بدون وضع الجي تي فالفرق كان بحدود صفر بوينت خمسة بالمئة اللي هو من ضمن نسبة الخطأ هو جدا فرق قليل فهذا هو الوضع الجي تي ما كان يشكل فرق مع الاداء لان انتقل الى الاداء مع العلعاب اللي هو ايضا كان ممتاز فعلى لعبة مثل بوب جي هذه اعلى الاعدادات الممكنة اللي تسمح بستين فريم والستين فريم كانت ثابتة طوال الوقت والاداء كان مثالي بدون اي مشكلة جربة العلعاب ثانية تدعم ١٢٠ فريم بالعادة على اجهزة ثانية لكن ماذا الجهاز كانت مقفولة على ٦٠ فريم يعني بوبجو محددة بالاعدادات لكن العاب ثانية ما محددة بالاعدادات ايضا كانت مقفولة على ٦٠ فريم فهذا الجهاز كأنه ما يدعم اي لعبة على اعلى ٦٢ فريم اللي هو شي غريب بصراحة على شاشة بـ ١٢٠ هارس و اقوى معالجة بالاعلم الاندرويد شن الفائدة من هذا الخليط لو كانت الالعاب ما تدعم أعلى ٦٠ فريم شي غير بصراحة ممكن شيء إلى علاقة بالنظام نفسه الآن من ناحية الحرارة فكانت مقبولة أو جيدة فكل أجهزة سناب دراغون 828 كان عليها حرارة أعلى من اللي متعودين نقيسها بأجهزة الأجهال السابقة المي 11 مثلا كان أسوأهم ريلمي جيتي أفضل لكن لا تستغرب لو جهازك وصل إلى 50 درجة لو لعبة الجنشي مبكت على أعلى الإعدادات هذا هو المنطقي مع هذا المعالج أيضا أشوف أن ريلمي بالغة وبوصف نظام تبريد مع هذا الجهاز الآن وصلنا للبطارية أعتقد البطارية والكاميرات هي أكثر شي سألتون عليهم بالريلمي جيتي والموضوع مغريب البطارية أصغر من اللي متعودين نشوفها بأجهزة الفلاكشيب أداها بشكل غريب كان جيد أو مقبول فوصلتني لسبع ساعات بعض المرات أكثر من سبع ساعات من تشغيل الشاشة هذا الاستخدام كان بدون ألعاب وهو تقريبا استخدامي وكامل ومثل كل أجزاء بهذا المعالج استلاك شاحن أثناء للعاب راح يكون آلي وممكن اللي يشفع له أنه الشاحن جدا سريع هنا شاحن 65 واط يشحن من الواحد إلى المئة بالمئة خلال 35 دقيقة تجارب ثانية كان 36 تجارب ثانية كان حتى 31 دقيقة لما تكون حرارة الغرفة جيدة شاحن راح يكون أسرع فشوفت أنه سرعة الشاحن تعتمد على حرارة المكان بشكل أساسي لكن شاحن جدا جدا سريع الآن لما تسمع أرخص جهاز بمعالج سناب دراجل 88 مباشرة راح تسأل وين وفره أو شنو نقاط ضعفه جواب مع هذه الأسئلة دائما يكون الكاميرات الريلومي جيتي مو سيثنو كاميرا أساسية جيدة تقريبا كصراحة أجبتني صورة التي تنتج عنها بتفاصيل جيدة الوضع الليل يؤدي المطلوب والديناميك رينج جيد وهذا هو كل شيء فبقيت الكاميرات بدون فائدة تقريبا كاميرا بزاوية واسعة أقل بمراحل من الكاميرا أساسية من ناحية التفاصيل الخاصة وعليها التنت أو ماءلة للون الوردي ببعض المشاهد وهي لو حاب أقارنها راح أقارنها بكاميرات الأجهزة المائتين دولار كاميرا الماكرو وجودها هنا فقط حتى تكمل شكل ثلاث كاميرات مو أكثر والكاميرا أمامية أيضا كانت جيدة مو أخضة التفاصيل لكن ألوان قريبة للواقع دينام كرين جيد أزل جيد بوضع البورتريت فهذه كانت الكاميرات التي تقدر تختصرها بكاميرا أساسية وكاميرا أمامية وهذا الوضع دائما يتكرر لأنه لما يكون كل شيء ممتاز الأشياء اللي بالعادة نقول عليها مقبولة هتصير بنظرنا سيئة لأن كل شيء حواليها راح يكون أفضل لكن بالنظر أن الكاميرات راح تكون مقبولة لو أخذتها على أساس أنه موجود كاميرتين فقط بهذا الجهاز كاميرا أساسية وكاميرا أمامية وهي راح تكون أقل من اللي تتوقعها بنسبة لي 519 دولار هذي أفضل استنتاج عندي لهذه الكاميرات أوكي الآن خليني تفعل سيئة ريلمي جيتي حاليا بدون منافس لو أخذنا الموضوع كعتاد فموجود جهاز ثاني متوفر رسميا بمعالج سناو دراجون 880 بهذا السعر أو سعر مقارب لأنه منافسة هو الكي فورتي والكي فورت بلاس ما أصدرت رسميا بشرق الأوسط لكن موجود البوكو أف ثري اللي هو بـ 325 دولار لنسخة الـ 128 جيجا بوات واللي بنظري هو إلى الآن الملك لو حاب تشتري أفضل أداء بأرخص سعر بوكو أف ثري ما تغير شيء مع الريلمي جيتي وأعتقد المنطقة من الريلمي أنه كانت توفرت النسخ الأرخص من هذا الجهاز اللي تبدي مع 400 دولار هذا النسخ راح يكون جدا سهل أنه تنصح بها مقابل سعرها لكن 518 دولار أكون فارق 200 دولار عن البوكو أف ثري وما أعتقد راح تحصل هذا الفرق من ناحية تجربة الاستخدام وبكل صراحة ما أنصحك تدفع هذا الفرق إلا لو عجبك شكل الجهاز فالريلمي جيتي بخيار جيد بوكو أف ثري بخيار ممتاز فهذا كنت شكرا بها الفيديو أتمنى أن تجرب فيديو هذا عجبا خلينا للاك اشتركوا بالقناة لو لا تشترك كرابة شراء أسفل الفيديو بالوصف شكرا لأصدقائي ببابي ستوري اللي ساعدونا بها الفيديو شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم بالفيديو القادم إن شاء الله